انا لليمن ان تقرع اجراس الانذار بالخطر في مسامع العالم لقاء بين الحاكم العسكري الايراني لصنعا ووزير تربية الحوثي يؤذن بحرب اكثر شراسة على التعليم الجمهوري في اليمن اللقاء جاء لتعزيز العلاقات والتعاون بين طرفي المشروع الايراني بهدف تطوير اليات العملية التعليمية في اليمن وينذر التدخل الايراني المباشر في قطاع التربية والتعليم بخاطر تحويل المدارس اليمنية الى حوزات شعية واحلال معلمين ايرانيين بدلا من الكادر الوطني وكانت ميليشيا ايران الحوثية صدرت منذ العام 2016 رواتب المعلمين اليمنيين ونهبت اكثر من 60 مليار من رواتبهم الموضوع في البنك بالعديدة وفصلت الميليشيا الاف المعلمين والموظفين العاملين في القطاع التربوي والتعليمي واستبدلت بهم حوثيين عقائديين وعلى طريق حوثنة الوظائف التعليمية والتربوية بدءا من رأس الهرم الاداري في الوزارة ذات العلاقة قطعت الميليشيا شوطا طويلا في تطعيف التعليم وتلويث المنهج بافكارها الخاصة لكن عملية تطعيف التعليم اليمني قد تذهب الى مدى اكثر خطورة بادراج مدخلات اللغة الفارسية وثقافتها القومية المعادية في النصوص المدرسية اليمنية والمنهج الالزامية ولا يستبعد مراقبون ان تتعاقد ميليشيا ايران الحوثية مع معلمين ايرانيين بالعملة الصعبة تصرفها من رواتب المعلمين اليمنيين المنهوبة خاصة وان الحوثيين يدينون لايران بالولاء المطلق ويسعى الحوثيون للتخفيف من اعباء الازمة الاقتصادية في ايران واستعاب خريجي جامعاتها في السوق اليمنية المفتوحة للغرباء والعمالة المستوردة اشتركوا في القناة